اشتركوا في القناة 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 شكرا 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 والإمبريلية من الأنبارة الشعب لا بد أن يكون فقير الفقراء يدخلون الدم من يريد أن يعيش سعيدا فليموت ولكن أنا في المرصب لقد تتطور الشعب والشعب عريضه إمبريلية من التسعين التسعين من التوسع الإمبريلية من الأنبار لماذا قمنا بالثورة أنا لا أعلم لماذا قمنا بالثورة أنا كنت في الحمام ساعتها ولكننا بالمنصب ولكن في الثورة والشعب الجميل عريضه إمبريلية التسعية التسعين من التوسع الإمبريلي من الأنبارة والسلام عليكم ورحمة شاهد حفظ الشعب يا رصم شعبي يا فخمت غير شعبي اللي جاء عشان احتفلاتي عاد الثورة بس عياد الثورة مش النهاردة الله أم المصحيني يا بدري ليه مش النهاردة الأربعة هو الأربعة رسيوم كان مش النهاردة الأربعة زمزوم الثورة ما كانتش في زمزوم فخمتك ما كان في زعزوع زعزوع يا فندي لما النهاردة مش عياد الثورة الناس زي جامل دلوقت ده تسعين تسعينوا عظم دي بعض ناس بقى صيحة اللي هو أهم يعملوا أعزم مفيش بس نزل الجيش فورا محاصر كل الموجودين واعز الرجالة عن الستات الرجالة يحكم وحكم عادلة واعدد والستات يا فندي بقيتهم لا اصترفنا معهم بس لو سمحتيني فخمتك دي مش الجماهير اللي فخمتك تقصدها مال مين دول؟ دول جايين لحاجة تانية خالص يا فندي حاجة تانية ايه؟ دول جايين لعاد الإمام الممثل اعدموه ولما النهاردة مش هدي الثورة أصلا بإن أخطف النسل ايه؟ انا لقى وقت وصحاتي انا طول الليل شغال طول الليل شغال لما نفس اتقطع وده من أجل تدعيم ثورتنا مع الشعوب العالم فخمتك قد المسؤوليات دي هو أكثر وهي دي مسؤوليات بعقل يرسم وشرفك عندي وانت طبعا عارف ان شرفك عندي مسواج تلاتة ملين انا لو عارف ان تدعيم الثورة الصعب ومشاكله كتيرة كده لأنا ما كنتش عملتي الثورة من أساس هذا قدر الزعماء العظماء وما تسعشني فخمتك حالي حمال بلاد من غيرك مكنش شعب يعرفنا على الحرية والديمقراطية ولا عزتي والكرامة هي دي المسؤولية القومية اللي تعلمناها على دي الفخمتك يا فخمتك ايوه بس انا كده ما بنامشي من أعباء المسؤولية انا طول الليل في مباحثات من اجل تدعيم ثورتنا مع الشعوب اوروبا وافريقيا طبعا سمعت انهم برم تأسيمين العالم على كيفهم ولك عالم اول وعالم تالت والحاجات اللي يقولوا عليها دي ها تأسيم بارك قولي الانسا ما فيش اي زعيم يدر تصدق لهذا الموقف المهين كلهم يتفرقوا على هذا التفرق السخيفة انا بس الواحد وبعون الله درت مبارح ازبط انه ما فيش لعالم اول ولا تالت كلهم اتحد على سريل واحد على منهج سياسي واحد على منهج سياسي واحد يا سلام يا فندي منتهى الرقيف الفكر والتخطيط السياسي انا معاك انه هو فكر راقص عبس مسألة ما كانتش سهلة زي ما انت متصور المباحثات اخدت جهدي فظيع طول اللي رايح جاي من اوروبا لأفريقيا ومن افريقيا لأوروبا لما الواحد نفس وتقطع ما اتعرفش اخي الدول الاندي بتحاجة عجيبة كل واحدة بزرقنا بالتاني اشتركوا في القناة